لعشان كده في نفس التوقيت نادي الزمالك بيشتغل على جون إبوكا مهاجم فريق إمبي رجع تاني الحسابات نادي الزمالك كان استبعت شوية من الحسابات بس رجعوا وفكروا فيه مرة أخرى الزمالك كان حصل على توقيع إبوكا دون الدخول في أي مفاوضات رسمية مع إدارة نادي إمبي تم تأجيل الأمر الحين البحث عن مهاجم أجنبي خارج الدوري المصري حتى هذه اللحظة لم يتم العصور على مهاجم لدعم الفريق في الموسم اللي جاء عشان كده ممكن إبوكا يرجع تاني لحسابات نادي الزمالك